بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين اليوم درسنا رح يكون حوله تشغيل مطار أو محرك كهربائي ثري فيز بواسطة البيالسي هذا الدرس الثاني من كورس البيالسي للمبتدين الدائرة رح تكون عبارة عن بيالسي من نوع زيليو اللي شرحنا عنه بالدرس السابق فاشنون رح نربط التشغيل واطفاء المحرك احنا رح نستخدم الـ Q1 اللي هو المخرج رح نربط عليه الكونتكتر والـ I1 اللي هي المدخل رح نستغل له للسويش التشغيل وواحد للسويش الاطفاء فاشنة عدنا هذا سويش اطفاء وهذا المخرج مالته يعني اجهزتها لكم على موض ، الفيديو مايستور طويل وهذا سويش التشغيل وايضا هذا المخرج مالته فاش رح أسوي هذا السويش التشغيل رح اربطه وين على الـ I1 الـ I1 وينها هاي اول وحدة رح اربط عليها سويش التشغيل هذا سجل خارج مالك راح يروح على الاي وان. اكملنا سويتش التشغيل هذا سويتش الاطفاء راح يكون على اللي هو المدخل الثاني. فاذا لازم نحفظ هاي. التشغيل هو مثل ما قلنا العفوان سويتش الاطفاء راح يكون على هذا وهذا وهذا ربطت عليه سويتش الاطفاء. تمام? بقى عندي شنو? هسها بالنسبة للمدخل. المدخل. احنا قلنا المداخل شنون لازم اغذيها? اغذيها بشقد فولتية. حسب اللي موجود كل بيالسي الى. هذا البيالسي هو من مية الى ميتين واربعين. اي سي. فاذا راح اغذي فولتية اي سي اللي هي ميتين وعشرين فولت. لان هذا ياخل من مية الى ميتين واربعين. والمدخل هو ايضا من مية الى ميتين واربعين. فلازم تنتبه لهاي الحالة. فراح اغذي المصدر ومن عنده اغذي النقاط الدخل اللي هي هاي السويشات. هاي السويشات احنا اخذنا المخرج. المخرج مالته. فالمدخل لازم اغذي بشقد فولتية من مية الى ميتين واربعين. فراح اغذي بنفس الفولتية مالت هذا الى مالت هذا اللي هو من مية الى ميتين واربعين. فانا عندي هذا السويش. اه عفوا هذا الواير. هذا هو راح استخدمه بطرفين اللي هو حار وبارد او لين ونيوترل. فراح استخدم هذا النيوترل. اغذي به الباور سابلاي. وهذا اللاين. هاي اغذينا الباور سابلاي بهذا الواير. يعني مجرد واير بحار وبارد. انت تقدر تخلي قاطع ثنائي. اه بالنسبة لهاي السويشات راح اغذيها بلاين. لان انا النيوترل قلنا هذا الخط اللي هو النيوترل هو مربوط بداخليا ويذني اللاينات. يعني مربوط على مد يشغل لهاي الانبوت الاول والانبوت الثاني. هاي الانبوت الاول والانبوت الثاني لازم يجيها شنو اه بارد وحار. يعني النيوترل اللي هو هذا الطرف الثاني. هذا مربوط داخليا. واللاين راح اغذيه من خلال السويشات. فاذا عندي هاي السويشات بها اثنين. فاذا لازم اغذيها بلاين. فراح شا سوي اربط هن اثنيناتين. مشترك واحد. اللي هو هذا راح اربط هن اثنيناتين سوى. وهذا راح اربط اوياه على التوازي يعني. على ما يصير مدخل واحد. ممكن كل واحدة يعني مدخل تصب بالاسلاك. يعني هو نفس مجرد كهرباء تصالى مئتين وعشرين. فاذا هذا راح اربطه. وراح اخذ من نفس اللحظة اخذ هذا الشامبار اربط على اللاين اللي هنا رابطة على الباورسبلاي يعني اخذ من هنا. تمام? فراح اخذ هذا وياه بنفس اللحظة على مود موكل شوي افتح واسد. حسنا رابطتها بمدخل واحد اللي هو راح اغذيه باللاين. فهذا اللاين هو نفسه راح اغذيه. يعني هنا راح يرابط. هذا راح يرابط وياه هذا اللاين. ها بالنسبة للمدخل. ها قلنا راح يرابط وياه هذا اللاين. يعني هسا راح اربطه وياه اللاين هذا. اه بقى شنو عندي المأخرج. المأخرج هذا راح اربط بلاين عبارة عن كونتكت مثل ما شرحنا بالدرس السابقة. وايضا راح تطلع لك الخريطة قدامك. اه هذا اللي مجرد يدخل به اللاين يروح على كويل مالت الكونتكتر. فوحدة بيه دخول وحدة خروج. شنو ما شرحناها بالدرس السابق. فايزا هاي هي الدخول راح تجيها اللاين من هنا. والخروج اللي هو راح يروح على الكونتكتر. فانا عندي هذا الكونتكتر. هذا الكونتكتر. هذا الكونتكتر. اللي هو هذا راح يكون عبارة عن اللون اللي هو راح اربطه بالخارج مالت. عبارة عن كونتك. هذا وحدة دخول وحدة خروج. فراح اربطه بالخروج. اه بوقع عندي شنو ما اللي هو لدخل مالت النقطة المغلقة. اه عفوا المالت الخارج. احنا مود دخول وقلنا خروج الخروج وراح يروح على الكونتكتر. هاي النقطة لازم اغذيها ايضا بيش. اه باللاين. واللي نوترال. مالت الكونتكتر يربطو لنوترال الرئيسي. فراح اغذي هاي النقطة. اه بالتيار اللي هو ميتين وعشرين لان هذا من نوع يعني عادي يستقبل اي شيء. يعني مثل ما شرحنا بالدروس السابقة. هذا يتحمل فولتية. قلنا اربعة وعشرين فولت ديسي والاسي الى ميتين واربعين. فهس هذا راح اربطه وياما وهذا اللاين الرئيسي. داك انا هسه خليت اهذا الدخول ما كتن نقاط خليتها يعني. بالاخير يلا اربطها. راح اربط هذا ويا. هاي مجرد دارة بسيطة للتوضيح. نشرب الدروس السابقة راح تكون مخطط اوضح. هذا هسه بشنو راح يرابط? بلأ ويا اللاين الرئيسي. ويا هذا اللاين. والنيوترال هذا راح يرابط ويا هذا النيوترال. تمام? وايضا المخطط واضح راح اغلي الصورة مالتة تظهر على الشاشة. اه هذا اللاين. راح اربط هاي الاثنين اللي هي الدخول مال للسويشات. والدخول مالتة المقطة للخارج الاول. احفظ هاي الارقام اللي هي كيو وان للكونتكتر. والاي وان للتجعيل والاي تو للاطفاء. هاي اللي راح تفيدنا بالبرمجة. فاذا راح اربط هاي وهي آآ اللاين الرئيسي. آآ رباطة هاي الاثنين اللي هي المدخل مالتة النقطة الخارج. الى اللي رايحة للكونتكتر. بقنا الدخول وخروج الخروج للكونتكتر الدخول ويا اللاين الرئيسي. آآ وايضا الدخول مال للسويشات ذاني الاثنين. رباطتها ويا اللاين. وبقى عندي هذا النيوترال راح اربطه ويا هذا النيوترال. فهيسا كملنا رباطة النيوترال وهي هذا النيوترال اللي هو رايح مباشرة للكويل. الطرف الثاني مالتة الكونتكتر. والطرف هذا آآ مالتة الثاني مالتة الكونتكتر رايح على المخرج مالتة الكيوان والمدخل مال لكيوان مربوط على اللاين هذا اللاين. تمام? وهذا ايضا السويشات راح اغذيها ايضا باللاين. والمخارج مال السويشات اللي هو التشغيل رايح على لك الايوان والاطفاء رايح على الايوان. هسا ش راح اسوي راح انتقل للحاسب او ابرمج هذا البيالسي. بعد ما كملنا الجزء العاملي وربطنا السويشات اللي هو مالتة التشغيل ومالتة الاطفاء وربطنا الكونتكتر. آآ بقت شغلة واحدة وهي شنون نبرمج البيالسي على موض يعرف انه هذا التشغيل وهذا للاطفاء. راح نفتح البرنامج اللي هو زيليو سوفتو اللي شرح ناشنون طريقة التنصيبه بالدرس الماضي وهي ايضا طريقة التنصيب جدا سهلة. مجرد تنصيب عادي حال حال اي برنامج. راح اخلي لكم ايضا الرابط مالته بوصف الفيديو او تقدر تكتب بالجوجل زيليو سوفتو. آآ الفيرجن الخامس. عادي ما اكو مشكلة وينزل عندك و اي مشكلة بي. آآ ورا ما تناصب البرنامج راح راح نفتح لك هاي النافذة. احنا نريد نسوي مشروع جديد فاختار اغرياتي ميو بروغرام. آآ نختار نوع البيالسي. انت اذا اذا تشتغل ما عندك بيالسي تقدر تختار اي شكل يعني اي نوع ما اكو اي مشكلة. لكن اختار هذا اللي اللي هي اكتر للخصاص بيها هاي الاثنين. اذا ما عندك اي بيالسي او هذا. لكن احنا حاليا موجود عندي هذا النوع. الرقم ما التمثل ما ذكرنا عندي هو اس ار تو. آآ بي آآ ميتين وواحد اي فيو اختارها وانطيني بست. بعد هاي ذا ريد اضيف آآ يعني قطع اضافية على البيالسي يعني تقدر اقبلنا مثلا هاي الانواع من البيالسيات تقدر اضيف مثلا ساختار هذا النوع. شوف تطلع لي هاي النوعيات اللي هي ابدر اضيفها يعني ما اقدر اضيف ويا كارت خارجي بي اربعة اموت. آآ او نفس الشي من هاذا او اربعة اموت من نوع ترانسيستر. وها كلام. آآ هذا النوع اللي عندي ما ما تقدر اضيف. ما ما قدر اضيف عليه لذا كسب ان اضغط نيكست. شوف ما راح تطلع لي اي نوع من هاي الانواع يعني لا اموت ولا اوتبوت. آآ انطينيكست. يقل لي اختار لغات البرمجة. آآ اللي راح تبرمج بيها البيالسي اما لغة لادر او لغة اف بي دي اللي هي فوكشن بلوك دايجرام. اهي عبارة عن بلوكات آآ بلوكات يحت تبرمج بيها البيالسي احنا ناقتار اللغة الاكثر انتشاراً وهي لغة لادر. وقريبة الى المخططات منتل الكلاسيك كونترول فراح تكون لكم جداً سهلة. وهي طبعاً اللغة اكثر شيوعاً حتى بالشركات العالمية. والمخططات مثلاً والمحطات والمحامل. آآ فداماً يستخدمون اللغة لادر. انطي نيكس. راح تنفتح لي هاي النافذة. هاي هذا اللي بالاصفر اللي فوق. هو عبارة عن الامبوت. هاي تمثل الامبوت والدخل. البرمج اللي داخل البيالسي. وهذا الكيو الكويل. هذا البلون نزرق. هذا راح يكون الخرج النهاي. الخرج النهاي لكيو وان كيوتو. احنا حضيفه. احنا بالنسبة للبرنامج. احنا استخدمنا. الى اي وان هو للتشغيل والايتو للاطفا. فراح اروح اتجيب اي وان. هذا الاي وان. اجيب منين من هنا. انقر عليه واين خليه? احنا الحليه. وير المفروض يرابط. على منذ يشغل وطف المواطن راحنا نعرف. لسويشات المفروض يرابط على التوالي. فراح اقل لها اربط لي الى اي وان والايتو على التوالي. هاي بداخل البلسي. يعني مو كه. يعني هذا مو معناة للاسويش التشغيل. ولا هذا سويش لعب في الداخل Saak اختارها normal open. المن راح يأتيكها تيار شن راح يصير. راح يشغل المنطر. شبيهة اختارها هنان. لكن من الواقع من سويت اطفاء اللي هو normal. نورمال اي تو راح يصير. يعني راح يمرر عليه تيار راح يصير يشتغل عندي فرح يصير عندي إلا إذا أضغط لسويتش. إلا إذا أضغط لسويتش. بس إن شاء الله راح نموضحها لكم. هاي بالنسبة للآيوان إذا الامبوت أختارها من هنا من هذا الحرف الآن. أنا أفضل البرنامج لتتشعبوا بها الأمور مرة وحدة يعني لتحاول مثلا تطبق هاي الأمور مرة وحدة. فأنا راح أستخدم لكم الأمور يعني بالتدريج. يعني الدرس هذا راح نستخدم الامبوت والأوتبوت. الوراها اللي هو راح نستخدم اللي هي هاي الأكزيلار ريليات إضافية. وراها التايمر الكاونتر وهكذا. فرح نستخدم هاي أول شي راح نستخدم الامبوت والأوتبوت. فاستخدم نقلنا هاي الامبوت ربطتها وين على الأصفر. ما يصير يخلي الامبوت هنا. يعني حتى إذا ريد أشوفها سيدا حليه هنا. ما يقبله. شوف ما يقبل. ما يقبل. ثاني شي اذا تلاحظ هسا. شوف هاي الأمبوت مكتوب هاي اللون فوق ها شنو هاي أصفر. هاي الأصفر. هاي ما يصير تخليها بالأوتبوت. هنا. بينما هذا الكويل اللي هو الأوتبوت. شوف بيه أصفر وبيه هذا الزرق. هذا الانواع. هاي شنو معنات. احنا نعرف الأمبوت يعني الأوتبوت اللي هو مثل الكون تكتر. شنو بيه اوكزلاري. اللي هو نقاط مغلقة ونقاط مفتوحة. فالنقاط المفتوحة المفتوض وين يصير هنا. وهي هو النقاط المغلقة. والكويل هو بالنهائي راح يصير هنا. فيقلك هاي كأنما هي الكويل على مدد توضح الكم الصورة. هاي النهائية اللي راح تنرابط على الماخراجي اللي هي مثل كويل او كونتكتر يعني تنرابط الى النهائي هنا راح تخليه. اكون الراتب بالداخل تحتاج مثل نوربالي اوبن او نوربالي فلوسفا. اقول لي اريد لي كونتاك مني هنا كونتاك هسا هذا اجيب ديها وين هنا. تمام. فاقدر اجيب هذا الكونتاك من هاي الفقرة اللي هي شرحناها قلني اما هاي اللون الاصفر عجيبة من هنا واللون الازرق. لو تلاحظ انه الكوان يقل لي الكوان انت شنو تريده. يعني هذا احنا ما قلنا هاي راح تنرابط. الشغل اللي شنو هو الكونتكتر. الكونتكتر وين راح اربطه. على الكوان راح اروح على الكو اجيب كوان. شوف الكوان شنو اختار. قلنا اوتبوت فايدا اختار من ذن الزرق. لكن تلاحظ بها اربع فقرات. هذا اللي هو الاكتف يعني من تجي تيار يبقى على تيار يشتغل. هذا من تجي بلس. يبقى مشتغل. هذا اللي هو الست. وهذا الريست. هذا ان شاء الله نشرح عنها. لكن عندنا هو اوتبوت عادي. اوتبوت عادي فراح اجيب اوين هنا. حاسحبه. انا اختار هذا سحبت اوين اخليه هنا. تمام? فراح اوصل اجي على هاي الاضغاق ومشي. تمام? اتوصل هس عندي هنا. اهنا. بقى شنو دارت الاستمرارية. على مد يبقى هذا الاوتبوت مشتغل لازم اكو شنو هنا دائرة استمرارية الربط وهي المدخل الاول وهي التشغيل. التشغيل مربوط على الايوان هاي الايوان فاجيب كونتك من الكيو وان اربط اوين على التوازي وهي هذا الطرف. فاروح اجيب هذا الكونتك هذا الكيو وان اربط اوين على التوازي وهي هذا الطرف اللي هو الايوان. اوصل فاوصل بهالطرف راح يتوصل عندي التيار بهالشكل. تلاحظ هذا العمود هذا. هذا انت افهم شنو انت انه ما هو اللاين وهذا هنا هو النيوترال. هذا اللاين. فانه هسا التيار راح يمشي مني هنا يروح على هاي. انه ما كلاسيك كونترول. هسا تلاحظ هذا بالضبط حال حال لكلاسيك كونترول. يعني هذا سويش تشغيل. وهذا سويش لطفة قلنا اختارينها نورمالي اوبن. ليش اختارينها نورمالي اوبن؟ لانهو انا عندي بالحقيقة نورمالي كلوز. فمن راح احاملة على البي ال سي. راح احاملة على البي ال سي. نورمالي كلوز اللي انا رابط على السويش اللي البوش بوتوم اللي ربطت اللي هو سويش الاطفال. ما راح يمرر تيار على المدخل الثاني فرح شي يصير هاذي كلوز. فرح اصير الدائرة اشان غالب شي تلقى به. هزا راح نوضحها قبل ما نحاملة على البي ال سي. راح شنو نتعلم نشتغلك محاكات. يعني اغلب اللي الساحالية اللي وي انا جاي تامعوني الفيديو. هما ما عندهم بيالسي حقيقي. فبهاي الحال انت تقدر تستفاد كأنها ما عندك بيالسي حقيقي. فاشنون راح نعمل يعني نشغل هاي دارك محاكات. نضغط على هذا الحرف الاس اللي هو سيموليشن. راح تطلع لك هاي النافذة. انت اول شي بالفيديو ما راح تطلع لك هاي هيش. راح تطلع لك. من تضغط على السميش راح تطلع لك هاي النافذة. اكو شايف هاي راح تطلع لك هاي بلون الاحمر. انا راح اضغط اغيرها لان هذا اللون المواضح. اختار اللون الاحمر. هادي مثلا او لون احمر تمام. او كي. اه صار عندي هسا شوف التيار وين واصل. هنا واصل الى السويتشن هنا. من اضغطها يمشي هنا. لكن اه. هسا راح احنا ربط مع هاذا شنو الاي تو عليه شنو نورمال كلوز. فاروح اجيبي هنا كأنما انا عندي هاردوير يعني كأنما عندي سويتشات فاضغط علىها تجوب. اها شايف اتجوب. اضغط عليها. راح تنفتح لي هاي المداخل. احنا عندك المداخل. والمخارج اضغط على هذا المصباح. يعني الشكل المصباح اللي هي الاوتبوت. فاذا هذا هو الامبوت وهذا الاوتبوت. احنا الامبوت الثاني ربطنا عليه شنو اسويش اطفاء. فخلي شنو مغلق. اسويش الثاني مغلق. فتمام. هسا التيار واصل هنا شو حتى هاي تغير اللونها كأنما انت جاي يقول لك هاي مسلط عليها تيار. يعني انا اللي رابطة هو بشبتم مغلق. فبشبتم مغلق. لو انا خليت اوبن فرح يغير لك الحالة مالتة. يغير لك الحالة مالتة. مر عليه تيار. هس راح اشغل الاي وان الاي وان اه هذا. من اشغل المفروض شنو يشتغل الاي وان. هذا مغلق. هذا اسويش مغلق الاي تو. وهذا شغلت ورفعت Want to do free sign that you should become a connection and deserve. ليس تساب المغلق شغل عملك هنا ازاع حالب شي نوم يدلل لك انه مشتغل في пользов物 الرابط يعني هسا ال between is equal andüyor li unity معнымراح fil you are made by balance وصل. فرح يشتغل عندك الوصيد. يعني انتو المثير منين يشتغل عندك ال解ه. يعني حالة حالweder اي بمغلظ ت beliefs يعني رح يوصلك الدارτη ويشتغل عندك الコنتكتور. تمام? الصلاة بالنسبه للبرنامج لنبتك يجب أني ه друга تفعل فاحلها لنبتك نورمال كلوز بوش بوتو. طيب بالواقع خليتها نورمال كلوز. فنورمال كلوز ايجع على الاي تو ففعلها صارت هي اوبن صارت شنو? هس الاي ون هذا اللي هو معت التشغيل شغلت ورفع تيدي على مود اشوف الدائرة شغالة لو لا. هس اذا اريد اطفض البوش بوتو الثاني اللي هو اي تو اللي مربوطة على الاي تو. ايش اسوي بي? اضغط على مود يصير اوبن. شوف ضغطت ورجعت وفصل عندي الاوتبوت الاول. نعيد مرة ثانية نشغل شوف اشتغل حتى لو ارفع عيدي يبقى اشنو مشتغل. يبقى مشتغل بفعل دارة الاستمرارية وايضا شرحنا عنا بالكلاسي كونترول. لذلك انا بثي ما قلت لكم لازم بالبداية الواحدي عنده معلومات على كلاسي كونترول وانا نسوي يعني كورس كامل وايضا بعدنا القاعدة ننزل بي يعني افكار ومشاريع بالقناة موجود وتقدر تطب عليه وتشوف الفيديوهات بالتسلسل شارح من الصفر الى الاحتراف. فهاي الدائرة جدا جدا سهلة صارت دائرة كلاسي كونترول عادية لكن انا بالواقع شنو رابط يعني فقط الـ Q1 رابط عليه كونتكتر والـ I1 رابط عليه البوش بوتوم التشغيل والـ I2 رابط عليه البوش بوتوم الاطفاء. لكن انا برمجة هاي بالداخل على هالصيغة على ما يصير عندي تشغيل واطفاء المحرك. هاي بالنسبة للـ Simulation يعني عرفنا شنونا نشغل تسوي Simulation هنا وانطيرا ونفتحها من هنا كأنما هاي الاثنين هاي الـ I وقال الـ Out. هاي الـ Out. وهي الـ I. بالنسبة لـ Discreate Onput وهناه Discreate Output. ان شاء الله واضح لكم هاي بالنسبة للـ Simulation لان الاغلب عنده ما عنده PLC حقيقي. هس راح نحمله على الـ PLC. راح انطي ستوب على مود ارفع البرنامج. انطيت ستوب. هس البرنامج بتوقف. على مود ارفع الى الـ PLC الحقيقي. لازم اربط الكابل اول شي فراح نربط الكابل. وهذا الكابل ربطت على الـ PLC هذا الطرف. والطرف الثاني اللي هو الـ USB راح اربطه على الحاسبة. وراح اغذي الـ PLC بالتيار الكهربائي. هس انا مغذي الـ PLC بالتيار الكهربائي. لان ربطت الـ Line والـ Neutral وغذيتها فتحت لها تيار كهربائي. فهس راح راح احمل البرنامج على الـ PLC من خلال الحاسبة. فللتحميل مالته اضغط وين على هاي الورا منطينا ستوب. اضغط على هاي اللي هي الـ Editor. راح اترجعني للواجهة الرئيسية. اختار ترانسفير. اختار ترانسفير بروغرام. ومنعدها اشوف. اما انا اريد احمل الكود من الحاسبة الى الموديول اللي هو الـ PLC. او بالعكس لو انا مثلا عندي كود مخزون بالـ PLC. اريد اشوف هذا الكود شنو هو. واحمله للحاسبة واعدل عليه. اضغط على الخيار الثاني. لكن هسه عندي من الـ PLC. من الحاسبة على الـ PLC. فاختار شنو. داول له هذا اللي هو الـ PLC الى الحاسبة. يقلي انت مشغلي الـ PLC عاليا. فاذا تريد تحمل. يعني لازم توقف. ستسوي الـ stop للـ PLC. فانطيس. راح يسوي الـ stop للـ PLC. راح تنفتح لهاي النافذة. هاي النافذة شنو يقلي. يقلي انت اول شي يعني تسيب البرنامج. الثاني شي اللي هو راح يكون راح يخلي الوقت مالك الحاسبة نافسة. الخيار الثاني يعني انت منتي لتحمل الكود على الـ PLC. راح يكون الـ PLC ببضع الـ run. يعني مشتغل مجرد بس الشغل الـ switch التشغيل و switch الإطفاء. راح يشتغل عندي الـ PLC. هذا اللي هو الـ run. يعني انتهي بكيفك. انا راح اخلي يس. اخلي عليه الصح. وبعدها هنا اللي هو المونيترينج. اللي هو هذا شنو. يراقب لك حالة الـ PLC. يعني احنا بنضغط الـ switch. شنو يخرج. يشتغل عندي المفروض الـ contactor. اريدي شي يراقب. هاي. هل هو شغل لو لا. يعني بالحاسبة يراقب لي. فايضا انطي يس. انطي. اوكي. يقلي لازم انت اول شي تحفظ البرنامج. فراح احفظ على السطح المكتب. راح اسمي لسن 1. انطي سيب. يقلي انت متأكد. يس. راح يمسح للكود القديم. هس تلاحظ انه على الـ PLC الشاشة شوف قامة تتغير. وبدأ ينفذ يحمل البرنامج. ننتظر الى التحميل النهائي. بدي يحمل ايضا. على مدى يسوي start up للبرنامج اللي هو بداخل الـ PLC. هس تقريبا نكمل. هس راح تنفتح للنافذة multi monitoring. اللي هي مالت المراقبة يراقب لي. هشوف هس كأنه ما عالم سوي سميليشن. هسان اللي هو بالـ PLC. اكو طريقتين. بس لكن قبل طيقين راح اشرح لكم بخطوة بسيطة جدا. مرات من تنزل الى عندك PLC حقيقي. من السوي download للبرنامج على الـ PLC. راح تطلع لك. اول شي اول ما تنصب البرنامج اول مرة. راح تنفتح لك هاي النافذة اللي هي الصورة صورت لكم اياها. هاي معناته شنو. يقول لك يعني انت بعدك ما معرف الكابل اللي هو الخاص بالـ PLC. يعني هذا الكابل لازم تحرفه. فتنزل للتعريف اللي هو SR2 USB01. تمام? راح اخلي لكم ايضا الرابط بالوصف. اذا عندك PLC حقيقي. فقط اذا عندك PLC حقيقي. مجرى يتنزل. اذا لا يوجد مشكلة. فلقيت نصب تعريف بسيط تعرفه. ورا ما تعرفه شو تسوي. اتنصب التعريف قلنا. تروح وين على الـ control banner. راح اروح على الـ control banner. اه تخلي هاي على مودة نروح على الـ device manager. تروح على الـ device manager. هاي ورا ما تعرفه. اه تروح وين على البورت. شوف البورت وين هاي البورت. هذا البورت. تمام. فيقل لك الزيليو سيريال بورت. اللي هو شغل الـ cam 3. تمام? cam 3. ولازم منتعرفه يطلع لك هاي النافذة. اللي هو الزيليو سيريال بورت. اللي هو cam 3. اذا حفاظنا انه هو شنو cam 3. نرجع للبرنامج مالة PLC. هاي انت ما راح يتحمل بالبداية فتروح اه نسوي لها. اه 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 يخاف. اه اه بعدها ان ما راح ما سوينا اديتور. نروح على الـ transfer. نختار اللي هو connection configuration. وبعدها نختار اللي هو cam port. ونختار إذا عندك غير بورت تغيره إلا البورت ثري يعني من هنا وتختار بورت ثري تنطي أوكي يالله يتعرف عندك الكابل يتعرف أنه الكابل الثاني هو خائل عفوا للبورت الثالث اللي هو خاص بالبال سي تمام وراها قلنا راح نسوي ترانسفير من جديد لأنه نحن لغينا هنا رجعنا إلى الإيديتور تمام راح نسوي داول لود للبرنامج هو مخزون بس أنا على مد توضح عندك الفكرة تنطيس إذا توقفها يعني من راح تشغل يتحمل الاران إذا تشيل الصح من حدها من راح يتحمل الكود صح يتحمل الكود وشغال ما بي أي مشكلة لكن شنوب إلا تفعل البي ألسي من الشاشة من الشاشة مقلنا بها زرار أكو واحد إذا تقلب موجود للإطفاء والتشغيل فتنطيه للراني الله يبدأ يشتغل تمام أنطيه أوكي بعدها رح يبدأ يحمل البرنامج هذا التحميل الأول كما للتحميل الأول رح ينتقل التحميل الثاني اللي هو خاص بالمونيترينج يعني شوف لك حاليا وين ونصليها مرحلا مثل ما قلنا الشاشة بالبداية التحميل رح تبدأ يبين التحميل رح تتغير الشكواتات اللي بيها تمام هسا تكمل الشاشة اللي موجودة على الحاسب هي فعلا موجودة بالواقع يعني هسا هذا السويتش هذا السويتش اللي هو شنوه قاص بالتشغيل وهذا قاص بالإطفاء شوف هسا هذا صار مغلق ترى شوف هسا لو تلاحظ لانه تغير يعني معناته وصل لتيار من وصل لتيار تغيرت الحالمات اللي ذال كان خليتها اوبن لكن بالواقع شنوه كلوز من رح يمر علي تيار رح يصير يعني مر تيار لانه يخليها كلوز فس سحش جعل يعني حتى له من الحاسبة من الحاسبة لانان منطين ما public المفروض يشتغل شنوningar الكنتكتر اشتغل عندي الكنتكتر هسا لان انا ضغط التسويش حان بدون حتى ما اضغطت الت وبين على السويتش اللي موجود عليه الالموم القصين المربع هسا اشتغل ايضا طرفي طرف عندي الكنتكتر يعني من الحاسبة اقدر اتحكم بالibil مي اريكي اشغل وطرفي يعني حتى السويشات اللي انا ما احتاجها اذا انت تريد تتحكم بي من الحاسبة. هس رح نتحكم بي منين من الاسويشات اللي انا رابطها. هس هذا الاسويش اللي هو خاص بالتجريل. اشتغل عندي. اشتغل. هس الكون تكتر مش تغل. وهذا الاطفاء تمام. نعيدها. هذا التجريل. هس هس اذا تلاحظ على الحاسبة حتى على الحاسبة تغير. او تلاحظ الصورة على الحاسبة تغير. يعني على الحاسبة تغير. عندي ايضا الشكل المخطط تغير. وتلاحظ انه كيوما شبهها صارت احمر. يعني تنفذ العمل. على الرغم اني جاي طب من الواقع. يعني جاي اضغطها الاسويشات. هس رح اطفي. انطفه عندي. وايضا بالواقع. العفوان على الحاسبة اللي هو المونيترين. لان انا مسوي مونيترين. فراح شنو طفع عندي البيانسي. هاي الي هنا تقريبا انه الحلقة ما اثنين. لكن اكوى اضافة بسيطة. تقدر تتابعها. انه مثلا انا سويت مخطط شبير. هس رح ارجع على الانديتر. اه بعد ما احرف انه هذا الاسويش شنو هو. وهذا الاسويش شنو. هذا الكيوان هو مثلا شنو يعني. يوضح لي انه خاص للتشغيل. اي 2 خاص بالاطفاء. الكيوان مثلا علي رابط مثلا المطار. تمام. احنا بالحقيقة نربط الى ثري فيز. بس بس لثري فيز الباور راح نربط لثري فيز من هنا. واللي هي راح تروح للخارج. تمام فاذن ها راح يكون للمطار. الكيوان راح يكون للمطار. راح اسمي هاي التسميع. اضغط على هاي اللي هي التكست. اضغط هاي. اروح على الاي 1. هاي الاي 1. راح اكتب علي استارت. تمام. الاي 2 استوب. 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 تمام. اه عندي الكيوان. هذا هو الكيو هذا الاوتوت. ادول كيوان راح يسميه مثلا الموتور. تمام. هس راح ارجع الى الكود ما اضغط من هنا لا در. فشوف هسا يتلاهض هاي الظروف اللي ظهرت عندي. هاشي معنا تلوى اضغط عليها شوف. فتح لهذا الموتور 1. هذا الاستوب. وهذا الاطفاء. اذا اعرف يعني من الخلال الحاسبة انه اعرف انه هذا اللي هو خاص بالموتور 1. وهذا الزر للاطفاء. وهذا الزر للتشغيل. وهذا الكونتك وجاين من الموتور 1. تمام. ان شاء الله استفاديته من الحرقة. وان شاء الله تطبقوها بشكل محاقق. قلنا ما اكو اي مشكلة. لان الربط الوايرنج مالتي. اللي هي تسمى عالية الرابط يعني بشكل عملي. تسمى الوايرنج. الوايرنج مالتي كلش سهل يعني مجرد اثنين ادخل واحد اللي هو للك. للاوتوت. فهاي يشوف دائرة بسيطة. شغلناه قلنا حتى اذا تستخدم من الحاسبة. ما يعني ما تحتاج ايضا الازرار. تقدر تشغل والطف من الحاسبة. الشغل والطف من الحاسبة. وايضا تراقب. يعني شنون خط الانتاج او شيء تراقبه من خلال الحاسبة. الى هنا وننهي الحلقة معتنا. ان شاء الله استفاديتم منها. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.